ما اقتراب موعد عقاد الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جينيف تتزايد التكهنات حول جدوى تلك الاجتماعات تجمع الجهات الفاعلة في القضية على البدء في مناقشة المضامين الدستورية بعد التوافق على أجندات محددة بين وفدي النظام والمعارضة لا يبدو أن هناك تفاؤلا بالوصول إلى حلول حقيقية مع الشرخ الحاصل بين مكونات هيئة التفاوض عن المعارضة وتصريحات المبعوث الأممي جير بريدرسون فالحل في سوريا ليس بأيد السوريين أنفسهم وإنه أو ليس بأيد السوريين أنفسهم وهو أيضا بعيد المنال فهل تنجح المساعي الدولية والأممية للمضي في العملية السياسية أم ستكون آخر الجولات في جنيف في محورنا الثاني نناقش الانفجار الكبير في شوارع المدن الروسية فبعد أقل من أسبوع على اعتقال المعارضة الروسية أليكسي نافالني بتهمة انتهاك شروط حكم قدائيا سابق ضدها تنهال الحشود إلى شوارع المدن الرئيسية احتجاجا على اعتقاله وضد الفساد في هرم السلطة أيضا وتصل جموع المحتجين إلى أكثر من ستين مدينة روسية بما فيها العاصمة موسكو تستنفر السلطات الأمنية والشرطة الروسية فتستخدم أقسى أنواع القمع لوقف زحف جموع المحتجين بينما يصرح مسؤولون في الحكومة الروسية بأن تلك الاحتجاجات غير مقبولة في ظل انتشار جائحة كورونا وتتوعد بفرض غرامات كبيرة على أي مظاهرات غير مرخصة أهلا بكم في سوريا اليوم يحددم الخلاف تحت مظلة هيئة التفاوض السورية وبين مكوناتها في حين تتقاذف الدول الفاعلة في الملف السياسي السوري تتبادل الاتهامات حول تعطيل عمل اللجنة الدستورية وإطالة أمد الصراع بتزامن مع اعتراف أممي على لسان المبعوث الأممي إلى سوريا بأن الحل بعيد على المستقبل القريب اعتراف يأتي في وقت مفصلي قبيلا عقاد الجولة الخامسة المخصصة لبحث المضامين الدستورية التي تعد جوهر عمل اللجنة تفاصيل أوفا في تقرير طارق داعس أربع جولات عجاف مرت على ملف اللجنة الدستورية تحدها خامسة مظلمة لا يبدو أنها ستحمل في طياتها الكثير من الحلول لسيما مع إعلان الأمم المتحدة وبشكل واضح على لسان مبعوثها إلى سوريا جير بيدرسون عزها عن إيجاد ضوء في هذا النفق المظلم أما بالنسبة للعملات السياسية فإن العملات السياسية لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة الشعب السوري ولم ترسم صورة واضحة أو رؤية واضحة للمستقبل يصارح بيدرسون السوريين هذه المرة ويقول إن الحل في سوريا ليس بأيد السوريين أنفسهم وإنه بعيد المنال وإن الانتخابات الحرة والنزيهة التي ستجري بموجب دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وضمن قرار مجلس الأمن 2254 لا أفق لها في المستقبل القريب يتلقى بعض ممثلي المعارضة السورية ضمن هيئة التفاوض تصريحات بيدرسون بشكل مختلف فيطالبونه أولا بحل الانقسام الحاصل تحت مظلة الهيئة والحفاظ على وحدة اللجنة واستمرارها وذلك ضمن رسالة شكوى موجهة من منصة القاهرة ومنصة موسكو تتحدث عن طرف معطل داخل جسم الهيئة يسعى إلى إقصاء المكونات الأخرى وتتوسع دائرة الخلاف ليصل صداها إلى الرياضي وموسكو وعلى ضوء ما يجري يتوسع الشرخ داخل الجسد الواحد يخرج المتحدث باسم هيئة التفاوض ديحيا العريضي ليؤكد أن الرياض لا تملك قرار إيقاف عمل الهيئة وأنها لا تسعى لعرقلة عمل المعارضة السورية فيما يوجه الاتهام إلى روسيا التي يقول بأنها سعت منذ البداية إلى ضرب مصداقية عمل اللجنة خدمة لأجندات نظام الأسد في حين يذهب رئيس هيئة التفاوض أنس العبدة للقول إن الخلاف داخل البيت الواحد هو أمر تقني يمكن تجاوزه وإنها حالة صحية ضمن عمل المؤسسات السياسية كما ويشيد بدور روسيا في دفع نظام الأسد نحو العمل بجدية ضمن مسار اللجنة سنوات عديدة أمضتها المعارضة السورية على طريق الحل السياسي بدت بجولاتها الكثيرة والمتشعبة مملة عقيمة تسير في طريق مسدود بعيدا عن مطالب السوريين المنكوبين وخاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين وملف المفقودين والمختفين قسريا فيما يلعب نظام الأسد ومنذ سنين بين تلك الأروقة على ربح الوقت والأرض ليه مناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في أستوديو أصحفي صبحي فرنجية ومعنا عبر سكايب المستشار حسن الحريري عضو اللجنة الدستورية وعضو لجنة الصيغة وهو معنا من جنيف أرحبكم وأبدأ معك أستاذ حسن هل هناك من انعكاسات لما يحدث داخل هيئة التفاوض على اللجنة الدستورية المنتظر انعقادها خلال أيام؟ مساء الخير لحضرتكم مساء الخير للضيف الكريم والسادة المشاهدين أهلا وسهلا لحد الآن ما في أي انعكاسات الوفود تقريبا وصلت يعني وصل وفد الثورة والمعارضة وصل وفد المجتمع المدني وصل أيضا وفد الحكومة السورية ما في نسبة الغياب اللي عم يتحدث عنها الإعلام أو تحدث عنها الشارع هلأ اللجنة الدستورية يعني تعتبر جهة تنفيذية أو جهة مستقلة بموجب قرار تأسيسه فما بهمها لعكاسات اللي عم بتصير داخل هيئة المفاوضات أو داخل أي كيان آخر باعتبارها اللجنة قرت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وكانت هي أول اتفاق سياسي يبرم بين قوة الثورة والمعارضة من جهة وحكومة سوريا من جهة أخرى إذن نحن بعيدين كل البعد نحن من مارس عملنا بما يخدم قضيتنا بما يخدم شعبنا بغض النظر إذا كان فيه تجاذبات أو غير تجاذبات كان هناك جزء من التجاذبات على استبعاد العضو قاسم الخطيب من اللجنة الدستورية وتعيين تلين صائب ما الذي حدث في هذه الجزئية؟ من الذي حضر الآن مع الوفد؟ الأستاذ قاسم الخطيب عضو باللجنة الدستورية واللجنة المصغرة عن منصة القاهرة وهذا السؤال يمكن توجيهه لمنصة القاهرة لماذا تم استبدال الأستاذ قاسم الخطيب وحل محله الأستاذ تليد صائب يعني حضر الأستاذ تليد الآن؟ لم يحضر الأستاذ تليد صائب أنا اتصلت عليه شخصيا وحكا لي أنه عنده إشكاليات في الإقامة ما بيستطيع أنه يسافر باعتبار أنه الاستبدال حصل بشكل سريع وما كان حاسب حسابه بهذا الأمر وهذا أمر عادي جدا أنه غيب عضو يعني إحنا الجولة الماضية غاب عندنا ثلاث أعضاء واللي قبلها كان غايب عندنا عضو هو سؤال من أجل الاستفسار عن ما حدث في تطورات الخلاف وليس من أجل غياب أعضاء معينين سأعود إليك أستاذ حسن سيد صبحي يعني تطورات الخلاف الآن هناك تصريح ليحيى العريض يقول إن أياد خارجية تهدف إلى خلخلة الهيئة ما الذي يقصده بذلك يعني أنا لا أستطيع أن أفسر كلامي لا أستطيع أن أجزم بما كان دكتور إحيى العريضي يعني يقصده بكلامي لكن من الواضح تماما أن هناك طرفين حتى اللحظة يريدان تعطيل العملية الطرف الأول هو الرياض يعني نحن نعلم تماما أن الرياض يعني بدأت مشكلة المستقلين الجدد هي يعني بدأت من الرياض لأن الرياض هي من أرسلت الدعوات في نهاية عام 2019 ورأينا أن الرياض صعدت من الخلاف عندما أرسلت رسالة إلى هيئة التفاوض قالت أن يعني يعني كل ما يقال بأن إغلاق مكتب هيئة التفاوض هو أمر تقني هو ليس تقني هو ردا على الإشكالية التي تحصل داخل هيئة التفاوض ورأينا أيضا تصعيد أو أشبه أو رسالة سياسية روسية عندما التقت بمنصة موسكو وممثلين عن منصة القاهرة وهؤلاء الممثلين هم يعني فعليا في الشق المخالف للشق الآخر داخل منصة قاهرة لدي أرسل الرسالة إلى رئيس هيئة التفاوض أناس العبدي إذن يعني سواء كان يقصده الدكتور إيحي العريض أم لا يقصده فهو فعلا هناك يد تتدخل يعني التأثير على عملية اللجنة الدستورية أنا معلوماتي أيضا تقول يعني الآن لدينا منصتين غائبتين عن غائبتين عن اجتماعية منصة موسكو ومنصة قايرة معلوماتي تقول أن كان هناك حديث لإقناع هيئة التنسيق اللا تذهب أيضا إلى اجتماعات لجنة الدستورية ولكن هيئة التنسيق فضلت الذهاب كي لا يصبح يعني الخلاف الداخلي داخل هيئة التفاوض يؤثر على مسار لجنة الدستورية لكن لا نعلم في المستقبل ما الذي يحصل يعني هل تعتقد أنه من المؤشرات الإيجابية الآن أن هناك على الأقل اتفاقا على عدم تعطيل اللجنة الدستورية من أجل هذا الخلاف يعني أنا أقول أن هيئة التنسيق أم هناك ضعوث يعني أم هناك ضعوث وصلت بهم إلى هنا لسيما بعد الذهاب إلى روسيا يعني هذا ما أود ما عرفته لا علاقة لا علاقة لرفض هيئة التنسيق بالذهاب إلى موسكو يعني هيئة التنسيق ارتأت أن تذهب لأن يعني أيضا هيئة التنسيق هناك شقين داخل هيئة التنسيق يعني شق مع عدم الذهاب إلى اجتماعات اللجنة الدستورية وشق هو يريد ذهب إلى اجتماعات لجنة السورية ورأينا ذلك قبل أيام عندما أصدر الحزب الموجود بكثرة داخل هيئة التنسيق عندما قال أنه ينأى بنفسه عن الخلافات داخل هيئة التفاوض نعم أستاذ حسن نسخة من التظلم الذي قدم من منصتي القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق قدم إلى موسكو كيف ستتصرف روسيا إلى أي مدى ستقوم هي أيضا بالمحافظة على اللجنة السورية وهذا يعني شق من الحديث الذي بدأه ضيفي في الستوديو بداية يؤسفنا هذا الإجراء الذي حصل ووصلنا أنه يصير فيه شكاوي وشكاوي إلى مين؟ شكاوي إلى المحتل الروسي روسيا هي التي ساعدت النظام لما دخلت من نهاية العام 2015 وتبعت سياسة الأرض المحروقة فما أدري يعني إذا كان الناس اللي يشتكوا إلى الروس يعني بيدركوا أنه هذه الشكة وممكن أنها تؤتي أكلها لكن من الناحية السياسية ما في شك أن الروس أيضا حريصين على مسار اللجنة الدستورية باعتباره أن الدبلوماسية الروسية هي صاحبة الفكرة بداية أنه بطرح شيء اسمه اللجنة الدستورية وبالتالي باعتبارها دولة عظمى أو من الدول العظمى يفترض أنه تحافظ على هذا الأمر من الناحية السياسية وإلا بدأت تكون الدبلوماسية الروسية راح تنصاب بشيء من أو تنصاب بالفشل فشل الذريع وأعتقد أنه هي يعني مدركة لهذا الأمر طب هل هناك شعور بميل لبيدرسون وفريقه تجاه رؤية روسية معينة هل هناك أحداث تدل على ذلك لأن بيدرسون كان له أيضا تواصل اليوم مع بوكدانوف بهذا الشأن الحقيقة نأمل أنه نكشف أو نشوف شيء ميل من السيد بيدرسون سواء باتجاه الثورة والمعارضة أو باتجاه الأطراف الأخرى لكن الحقيقة لحد الآن السيد بيدرسون محافظ على مهمته كمسير وتارك العملية السورية طبعا إحنا هذا الأمر ما بيرضينا أكيد أنا شخصيا وصيت أنه يرفع سقف أو يرفع مستوى الميسر إلى أمين عام على العملية السياسية أو أمين عام على موضوع الاجتماعات اللجنة الدستورية بحيث أنه ما يكون فيه هذا الندد أو هذه المماطلة حيث أنه ينعرف الجانب اللي عم يعطل فعلا أنه نسمع شيء كثير كثير وعم نسمع اتهمات لكن بيدرسون نفسه لا يبدو مقتنعا بأن الخلاف السوري السوري قال صراحة بأن المشكلة هي في الدول الداعمة عليها هي أن تصل إلى حلول لكي تنحل مشكلات السوريين فيما بينهم أحنا على مدارة السنوات الماضية يعني صار في عدة وسطاء أو عدة مبعوثين دوليين سواء الخضر الإبراهيمي أو كوفي عنان فللأسف الشديد بعد ما يخلص من مهمته بيبوح بالحقيقة أو بيصرح بالشيء بيدرسونج بالنهاية إنسان وبيدرسونج وبيشوف مين لكن مهمته المرسومة له من قبل الجهة اللي عينته أو من قبل السيد الأمري العام هو ميسر للعملية السياسية فلا بيستطيع أن يصرح تصريح كامل من الجهة المعطلة لمسار المجنة الدستورية أو لمسار العملية الدستورية هو للأسف بأن الأمر يطلب منه الآن أن يصر العملية بين المعارضة بين شقين أو أكثر في المعارضة وهو المطلوب منه التيسير بين المعارضة والنظام هذا بعيد أنا مشان أكون واضح مشان من مرق هذه المسألة هذا الأمر بعيد جدا عن الإجرد السورية يعني صحيح الضيف الكريم اللي تفضل لأنه فعلا فيه ثلاث أعضاء غايبين بمثل منصة موسكو والقاهرة لكن هذه التنسيق أعضاها موجودين وفاعلين جدا وأيضا لما كانوا موجودين أعضاء مرصة القاهرة كانوا فاعلين وكانوا إيجابيين بعيد كل البعد بغض النظر عن التجاذبات إذا كان في تجاذبات بهية المفاوضة أستاذ صبحي أعود إليك في نقطة طرحتها أيضا مع السيد حسن وهو موضوع فريق بيدرسون هل تجد أنه يمكن أن يكون هناك ميل لرؤية معينة على الأخرى لأن هناك أحداثا على ما يبدو في الأيام الأخيرة أوحت حتى يعني لبعض أعضاء كتلة المجتمع المدني بأن هناك ما يجري تعمده في المحاضر التي تكتب من قبل الفريق يعني أريد أن أضيء على أكثر من نقطة حول عمل فريق بيدرسون وبيدرسون نفسه يعني نحن رأينا إحاطات بيدرسون الثلاثة الماضية غابت عنها فكرة الحكم الانتقالي هيئة الحكم الانتقالي هذا الغياب يعني هذه الفكرة هي فكرة جوهرية وهي عصب القرارة 2254 غيابها يخدم الرؤية الروسية ولا يخدم رؤية المعارضة لكن هذا الاتلاف في الأيام الأخيرة ليثير الموضوع بطريقة متواترة يعني الاتلاف يعني الاتلاف رغم هذا لكن هي المشكلة أن رئيس هي التفاوض أنس العبد قبل أيام يعني أثار هذه الفكرة في مقابلة يعني في تصريحات نشرها وأثار أيضا يعني واضح تماما غضب المعارضة من هذا الموضوع يعني اعتبره أن أنس العبد اعتبر هذا الموضوع انزلاق خطير في عملية تسيير بيدرسون لهذه المهمة أيضا هناك مشكلة أخرى هي أن يعني على سبيل المثال ما حصل مع كتلة المجتمع المدني الغلاف الذي حصل أن فريق بيدرسون أخفى أو دعيني أقول أغفى لكل مقترحات كتلة المجتمع المدني المعارضة داخل المحضر يعني وزع المحضر فيه كل مقترحات النظام في حين غابت كل مقترحات المعارضة هذا الموضوع وعندما أعادوا إليه قالوا لهم بأن هذا المحضر غير رسمي مثل ماذا هل كتب ما هناك اعتراض عليه من جانب المحسوبين على المعارضة وفق معلومات الجميع اعترضوا وطالبوا فريق بيدرسون بأن عليه إعادة صياغة هذا المحضر لكن تحجج الفريق بأنه محضر غير رسمي وهو أمر غير مفهوم يعني ما هو رسمي وغير رسمي في المحاضر ما مخاطر ذلك؟ مخاطر ذلك أن هذا المحضر إذا وضع أو إذا وصل إلى أرشيف الأمم المتحدة فسيظهر أن كتلة المجتمع المدني كلها تقريبا تدعو إلى ذهاب الوفود إلى دمشق ورفع العقوبات عن النظام السوري وإلى ذلك ما البنود التي اعترضوا عليها من التي كتبت؟ هيئة المجتمع المدني المعارضة اعترض على كل هذه البنود خلال المداخلات وأيضا أثار فكرة المعتقلين وضرورة إطلاق صراحي فورا أثار فكرة المعاناة السوريين في المخيمات تخيل لأن محضر فريق بدرسون تحدث عن كل معاناة السوريين واللاجئين السوريين بكلمتين شتاء قاسي يعني هو اختزل كل معاناة السوريين بكلمتين شتاء قاسي وهذا ما أثار غضب كتل المجتمع المدني طيب أستاذ حسن يعني مشكلاتك هذه كيف تتعاملون معها؟ يعني خلينا بس نقدم شيء معين أنه اللجنة السورية عبارة عن مسار من ضمن مسارات عندنا معركة حقوقية وعندنا معركة سياسية وعندنا معارك أخرى فحتى لو سيد بدرسون يعني أخفل شيء معين أو ليس يعني هذا ما بيعني بالضرورة أنه رح ينهضم حق السوريين بشكل كامل الآن بس خلينا نجاوب على السؤال من خلال خارطة إذا بدنا نحكي بوروح الآن الروس صار لهم سنتين ونص تقريبا أو أكثر سنتين وثماني شهور مستولين على فرض منطقة الغوطة ومنطقة الجنوب إضافة للمناطق إذا كان بإمكانهم يحلوا وبإمكانهم يختموا هذا المشهد السياسي بعد ما ختموا عسكريا السؤال المنطقي ليش ما ختموا؟ هذا سؤال لحد الآن ما أحد أجاوب عليه النظام أيضا إذا كان بإمكانه يختم هذا المشهد لحد الآن النظام ما عمل شيء ما استطاع يصلح مدرسة ما استطاع يصلح مشفى وهو إلى آخرية إذن التجاذبات اللي نحن اللي عم نشوفها الدولية بقصد الآن يعني هي واضحة تماما تماما لكن لمصالح معينة لم ينضج الحل من الرؤية الدولية ومن ناحية الدولية لم ينضج الحل السوري لحد الآن يعني المشكلة ليس في الصراع الدولي أو صراع الدول الأقليمية أستاذ حسن في انجراف المعارضة مع ذلك وتهديد الجسم الذي يفاوض عن السوريين الآن والذي أصلا تعسر مخاضه يعني لم يخلق هذا الجسم إلا بمشكلات كثيرة وبانقسامات الخلافات التي نراها الآن يا سيدة الفاضلة هل تعتقدين أن الدفع ذاتي من خلال الناس اللي قدمت الشركة للروس أم هو دفع خلفي أم يعني أنا أعتقد أن الروس هم اللي أوعزوا لي لجهات معينة أن تقوم بتقدم بتقديم هذه الشركة المشكلة أن الطرفين يتراشقان بأنهما مدفوعان من الدول التي ترعاهما ما في طرفين في طرف واحد هو اللي يتراشق الطرف الأخر هو الاتلاف الذي يعني يقول المعترضون أنه مدفوع من التركين الاتلاف أنا لست عضو بالاتلاف لكن الاتلاف ما زال هو الصوت العالي هو الصوت العالي بالنسبة للثورة واللي بيطالب هو هو إلى آخره لكن المنصات عم بتقوم بدور سياسي حقها طبعا نحن ما بننكر أنهما حقهم يقوموا بهذا الدور السياسي لكن ما بتصل أنه أجي أني أشتكي للمحتل الروسي اللي هو محتل بلدي هذا الأمر واضح تماما أيضا نحن على الجانب الآخر الأمريكاني نحن مشان ما نكون يأسين يعني أستاذ حسن هل ترى أن روسيا بالفعل غير قادرة على حل الخلاف أم أن تدخلها قد يكون جيدا وهذا ما أشار إليه أنس العبد نفسه يعني يعني قصدت الخلاف بين المعارضة في هيئة التفاوض أقصد ليس مطلوب من روسيا أن تحل روسيا بدها الخلاف مشان تخلص من هذا الأمر يعني روسيا ما بهمها نتيجة تحل الخلاف الروسي اللي أوجدت الخلاف وأوعزت لشخصيات معينة لحتى حصل اللي حصل كيف بدها تيجي تحل هذا الخلاف أنا بقصد أن الروس ما حلوا أنه ما استطاعوا أنه يختموا المشهد السوري بشكل كامل يعني إحنا منسمع من الروس أنه عاجزين عن أنه يقنع النظام يطلق سراح المعتقلين اللي هما مسألة فوق إنسانية فوق تفاوضية طيب أستاذ حسن فقط أود منك جوابا سريعا إذا كان هناك ما يكتب في المحاضر بخلاف رغبة كتلة المجتمع المدني أو أي كتلة أخرى هل يمكن مراجعة ذلك هل هناك ما هو قاطع الآن فيما يكتب هل لديكم اعتراضات جهرية أكيد يعني من حق أي عضو من حق أي وفد من الفود الثلاثة أنه تطلب التسجيلات لأنه جميع الجلسات وجميع اللقاءات والمحاضرات اللي عم تنحكى داخل اللقاعة مسجل صوت ومسجل محاضر في إمكان يطلب المحاضر وحصلت أكثر من مرة أنه تم طلب المحاضر وتم سماع الصوت أستاذ صبحي هل نتوقع حلا وتجاوزا للمشكلة عودة لهاية التفاوض للانعقاد يعني ذلك بحسب مشاهداتك يعني أظن أن هذا التصعيد قد يقود إلى الحل يعني دائما التصعيد العالي هو قد يقود إلى الحل يعني اليوم نحن لو نظرنا أن هناك مثلا أيادي والنفطرة تريد تفتيت هيئة التفاوض لكن هناك تفتيت هيئة التفاوض يحتاج إلى إرادة دولية اليوم الأمريكي على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يعني هؤلاء دول فاعلة ولا تريد تفتيت هذه الكتلة التي تسمى هيئة التفاوض أو هي المسؤولة عن التفاوض ولذلك أنا وفق معلوماتي أن كل الدول الثانية هنا نتحدث عن الدول الأوروبية والدول الأمريكية هناك نوع من الانزعاج مما يحصل ومن التدخلات التي تحصل داخل هيئة التفاوض ولا يريدون لهذه الهيئة أن تصل إلى نقطة التفتت ولذلك أظن أن الحل قادم بالشكل الحالي أم أنه سيكون هناك تشكيل جديد في الرياض الثلاثة؟ لا أظن أن تشكيل جديد أو تشكيل جديد سيحتاج إلى الرياض الثلاثة ورياض الثلاثة حتى الرياض نفسها يعني حتى السعودية لم توافق على عقد الرياض الثلاثة قبل شهرين طيب أشكرك شكرا جزيلا نصح في صبح فرنجية ضيفي في أستوديو أشكر أيضا لضيفي من جنيب المستشار حسن الحرير عضو لجنة دستورية وعضو لجنة صياغة الدستور مشاهدين فاصلا قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة